إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين عزيز المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أنا الآن سأبدأ بالحلقة ولكن خارج الستيديو فضيلة الشيخ لا أذكر اسمك طيب البركات كلها خارج الستيديو فضيلة الشيخ عبد الرشيد وبدر الدين محمد عثمان شرفونا الستيديو فجزاهم الله خير ودعواتكم الله يوفق أخواننا اليوم في فودافون إن شاء الله بالتوفيق والسداد وأن ينجز المشروع بإذن الله تعالى نعود إليكم عزيز المستمعين عبر أثير رذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة ومع برنامجكم في الموسم الثاني من البرنامج الإذاعي المتنافسون هذا البرنامج من اعداد قطر الخيرية الأستاذ وليد لطفي ومن الشرف العام الأستاذ عزيز الدين السادة والأستاذ أحمد العلي والتنفيذ على الهوائي مباشرة الأستاذ معتصم السلامة ومن التنسيق الأستاذ حسام روحي والأستاذ إبراهيم فتيان وإشراف على شبكات تواصل الاجتماعي الأستاذ أحمد سالم والأستاذ محمد عطي وبترخيص من الهيئة القطرية للأعمال الخيرية وتقديم محدثكم عبد الرحمن الحرمي أعزيز المستمعين التنافس في أعمال الخير وصية نبوية وسنة محمدية ففي الصحيحين عن أبي هويرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ذلك أو مثل ما صنعتم صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة إن المسارع إلى الخيرات من أعظم القربات إلى الله عز وجل لها شأن عظيم في حياة المسلم إذا ما سرع إليها واستغل أيام عمره لمضاعفة الحسنات ومحو السيئات فشأنه في ذلك كشأن التاجر الذي يترقب المواسم للحصول على الربح الكبير والجزاء العظيم ومن الصور العملية لذلك التنافس الشريف ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ فقام فسمع قراءته ثم ركع عبد الله وسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلتعطاه سلتعطاه ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد قال فأدلجت إلى عبد الله ابن مسعود لأبشره بهذه البشارة بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه قال فلما ضربت الباب أو قال لما سمع صوتي قال ما جاء بك هذه الساعة قلت جئت لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد سبقك أبو بكر قلت إن يفعل فإنه سباق بالخيرات وما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه أبو بكر إخواني أخواتي إن في مجتمعنا هذا كثير من الناس كثير من الناس أنفسهم خيرة وقلوبهم طاهرة يحبون عمل الخير وأفعال البر ولكنهم قد ابتلوا بالتسويف وتأجيل الأعمال من يوم إلى يوم لا ينتهزون الفرص ولا يغتنمون هذه الأوقات وهذه الأبواب وعندما تستمع إلى أحدهم وهو يحدثك عن أعمال صالحة يريدها ومشروعات خيرة يرسمها فيعجبك حديثه وتحس فيه الصدق والرغبة ولكن الأيام تمر وتتوالى الشهور وتنقضي الأعوام بل الأعمار وأعماله ومشروعاته ما زالت أحلاما لم تتحقق إن المؤمن الفطن يعلم أن أنفاسه معدودة وساعات إقامته في الدنيا محدودة ويدرك أن الحياة فرص من اغتنم هذه الفرص وعمل الصالحات فاز في الدنيا والآخرة ومن ضيعها خاب وخسر وقد حدثنا حدث ابن عباس رضي الله عنهما قائلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وغناك قبل وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك حياكم الله أحبة المستمعين حياكم الله مع هذا البرنامج حياكم الله مع هذه الساعة حياكم الله مع هذه الفرص حياكم الله مع هذه الأبواب أبواب الخير التي لم تغلق ولن تغلق بإذن الله تعالى لم تغلق ولن تغلق بإذن الله تعالى بدعواتكم الصالحة بمواقفكم النبيلة بأيديكم بأيديكم البيضاء التي تمتد وستمتد بإذن الله تعالى في عمل الخير والجزاء من جنس العمل يسعدنا اليوم أن نرحب كذلك بظيوفنا نرحب بفريق فودفون يجزاهم الله خير حلوا علينا ضيوفا في الاستيديو ونرحب بداية بخوي الأستاذ عيل قحطاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول يوم التقينا كانت عبارة عن نوايا اليوم أشوف في مشاريع صحيح نعم اليوم بدأنا بالمشاريع فإن شاء الله تعالى نسعد بها ونفرح بها بإذن الله تعالى كذلك أخوي محمد الله يعطيك العافية طبعا اليوم نتكلم في المشروع وبإذن الله تعالى أخوانكم المستمعين راح يفاجئونكم بإذن الله تعالى أخوي الأستاذ الشيخ سالم بن لخن السلام ورحمة الله وبركاته الله يعطيك العافية ومتعودين على المفاجآت من مستمعين الكرام لأن فيهم خير ويحبون الخير ويحبون إذا انتقلوا للآخرة يحصلون هذه الأشياء كلها أمام قدامهم إن شاء الله وتكون كذلك لعيالهم وكان أبوهما صالحة صالحة جدهم السابع هذا الشيء العمل الصالح يكون إن شاء الله لك ولعيالك ولعيال العيال لأنك أنت المستفيد بإذن الله هي تعالى إذن إحنا اليوم ودي كذلك قبل ما نبدأ أخوي الأستاذ علي يعني إحنا ما نملك شي هذا إحنا نجي نقعت في الاستيديو ونبدأ نتكلم شيء اللي يخلي هذا الإنسان اللي يتعب جمع هذا المال وفر ألف على ألف لين صار عنده هذا المال يقوم يتبرع فيه بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء يعني إحنا ننطرق من حديث رسول الله صلى الله أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس يا سلام أول شيء التبرع على قولة أخويفات قبلنا قال كلمة قال المحتاجين هذولا هم محتاجين لنا بس هم محتاجين لهم أكثر ما هم محتاجين لنا هذه الكلمة الصراحة يعني أثرت فيني من الكلمة هذه هذا بالفعل فهذه الحمد لله يعني الأعمال هذه لا تضيع عند الله سبحانه سبحانه هذه الأعمال فإحنا طبعا اعتمادنا الأول والأخير كله على أخواننا المتبرعين بعد الله سبحانه طبعا نعم هذا يعني اعتمادنا من البرنامج هذا نعم وحن عندنا كذا شغلات يعني لدعم أخواننا في الدولة اللي بنروح لهم إن شاء الله إن شاء الله مالي طبعا هي من الدول التي لا تخفى عليكم فقيرة أو يعني بإذن الله تعالى أخواننا راح يسافرون لها وراح يجون بالأخبار المؤلمة لكن هكذا هي طبيعة الحياة ابتلاهم الله بالفقر وابتلانا بالغناء ابتلاهم بالخوف ابتلانا بالأمن هذه الابتلاءات شأن الحياة فكما إن الله جل ابتلانا بالخير بإذن الله تعالى سنبقى مع الخير وسنبقى نمد هذه الآياد ليبقى هذا الخير بإذن الله تعالى اليوم أنا أقول مشروعنا بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى وكل ثقة بالله عز وجل ثقتنا بالله ليس لها حد أن نحن لن تنتهي هذه خمسين دقيقة أقول مش ساعة خمسين دقيقة إلا وبنينا المصلة وحفرنا البئر الارتوازي والمستوصف والمدرسة والمحلات التجارية ومن الأشياء الجميلة في هذه المشاريع أن هناك محلات تجارية تمد هذه المشاريع يعني المسجد يحتاج إلى صيانة البئر الارتوازي يحتاج إلى المستوصف فهذا المشروع مشروع وقفي هذا المشروع مشروع خدمي وإحنا ما تعودنا فقط نطعم الناس وإنما نقيم لهم مشاريع لأن لو دفعنا ما دفعنا فقط للإطعام وإن كان هذا الإسعاف نحتاجه أحيانا لكن بناء المشاريع أمر مختلف من فينا نتكلم الآن عن المسلم بشكل عام وعن الإنسان كإنسانية من فينا لا يحتاج إلى مسجد من فينا لا يحتاج إلى ماء من فينا لا يحتاج إلى مستوصف من فينا لا يحتاج إلى مدرسة من فينا لا يحتاج إلى هذه الأمور كلنا في حاجة طيب الآن يعني بنبدأ وبإذن الله تعالى لن تنتهي هذه الساعة إلا وقد تم هذا المشروع المشروع يا جماعة تراه ما هو كبير 438 ألف ريال 438 ألف ريال يعني هذا المشروع بإذن الله تعالى 438 ألف ريال بإذن الله تعالى على 92124 92124 والسهم الواحد 5000 ريال وسنبدأ الرحلة من الآن وأخواننا في فودفون أتمنى أنهم يدعمونا ولو برسائل ولو بأي شيء يكون لهم دور إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة والحلقات القادمة بحيث أن يعني كلنا نكمل هذا المشروع كلنا نكمل هذا المشروع 92124 أخوي شيخ سالم ش عندك؟ أبو يفدفون نعم واللي يكتكلمون يعني يقولونه والشعور والشباب الحلقة الأولى والحلقة الثانية نعم نعم والله شعورنا جدا متحمسين وإن شاء الله شعور مختلف شعور يقول لك العطاء شعور العطاء جدا مختلف يحسس الإنسان بالسعادة شعور العطاء يعني يشعر الإنسان وهو أصلاً غير شعور العطاء مختلف أنه منجاه من النار الله أكبر الله أكبر يو الله العظيم من جاه من النار والإنسان هو المستفيد أخي عبد الرحمن لا أخي فيك سر أنت وصلت مع واحد من الشباب كني سمعنا الآن على إذن ذاعة القرآن الكريم وحييه أخي ناصر واحد من الشباب اسمه ناصر وصلني قال أنا عندي شباب ثانوية عامة مش مشتغلين أكثر مش في قروب كذا يقول جمعنا 35 ألف ريال الله أكبر ما يشتغلون جمعه 35 ألف ريال قلت ليه قال نبغي نحفر بير الله أكبر قالوا والبير يسعرها يمكن أقل من 5 ألف ريال لكن نحن نبغي وحدها وثنتين وثلاث الله أكبر قلت حفر البير هذا كم تسعد من شخص كم تسعد من إنسان الواحد مننا إذا بطل ما يصحى حصل فيه شيء بسيط ما يشربه في ناس والله العظيم المياه عندهم ما يحصلونها إلا بالطين والمشاكل وبعض الأشياء اللي إنسان وشفناها وشفناها ونروح إن شاء الله ونشوف أنا ودي يعني اللي يفتح الباب اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه ويسعد ويبارك فيه إن شاء الله وهذه أول رسالة وأول سهم خمسة آلاف ريال الله يفتح لها باب الخير أسأل الله أن يبارك لها أسأل الله أن يسعدها في الدارين أسأل الله أن يجمع شملها وأن يبارك لها إذن هذا أول سهم أول سهم تسعة اثنين واحد اثنين أربعة ترى يا جماعة المبلغ أنا ما أشوفه كبير بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى نقدم هذا العمل لله عز وجل مصلة وبئر ومستوصف ومدرسة ومحلات تجارية كل هذا يا جماعة بأربعمية ثمانية وثلاثين ألف ريال أنا يعني متفائل جدا متفائل جدا لأن أنا بعد معرفتي بتوفيق الله عز وجل معرفة نبينا الله تعالى هو المتفضل علينا هو الذي يحرق قلوب هؤلاء أقول كذلك ثم أعرف ربع وناسي أعرفهم أعرف هالقطر ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة أعرفهم بأنهم بإذن الله تعالى ستكون لهم وقف هذه الليلة أو هذه الساعة أو ما تبقى من هذه الساعة 9-2-1-2-4 الله أكبر الله أكبر الله أكبر طبعا 9-1-5 سهمين عشرة آلاف ريال في ثواب أبوي سالم وأخوي صالح رحمهم الله رحمة واسعة رحمهم الله رحمة واسعة نزل على قبرهم الرحمات اللهم أغفر لهم اللهم أرحمهم اللهم أتجاوز عنهم اللهم أنس وحشتهم اللهم أرحم غربتهم اللهم واجعلهم في أعلى في راديس الجنان اللهم واجعلهم في أعلى في راديس الجنان اللهم واجعل هذه الصدقة قراهم إلى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم واجعل هذه الصدقة قراهم إلى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم امين اللهم امين اللهم اغفر لهم اللهم وفرحهم في هذه الصدقة اللهم واجعلها لهم وربها لهم واجعلها صدقة جارية تنير عليهم قبورهم يا اكرم مسؤول اللهم امين اذا بدأنا يا جماعة اخوي ساتة بصالم يليت لو تعطوني كامل متبقي بس في القروب عشان نعرف تجمعوني الاسهم وكمل متبقي ونحن باذن الله سنكون في سباق مع الزمن سنكون في سباق مع الزمن ولن تنتهي هذه الدقائق المعدودة الا باذن الله تعالى وقد تم المصلى وتم البئر وتم المستوصف والمدرسة والمحلة التجارية اربعمية ثمانية وثلاثين الف ريال اخي ساتة سالم تفضل سبحان الله يا اخوة عبد الرحمن هؤلاء الناس اللي يرسلون الرسائل بهذه المبالغ ليه يرسلونها وش يبغون لأنهم سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا كلام الله جل وعلا والقلب المسلم دائما يعني قلب الإنسان الإنسانية حتى لو ما كان مسلم أخوك في الإنسانية الأب آدم والأم حواء وكلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن كل امرأة تحتاج إن الله سبحانه وتعالى يصلح عيالها كل أب يحتاج إنه عيالها إن شاء الله يصلحون كل شخص عنده مريض وشافه مرضاكم بالصدقات حديث النبي صلى الله عليه وسلم دو مرضاكم بالصدقات حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلنا محتاج فهؤلاء ناس فقراء مساكين الله جل وعلا جعلنا نحن في خدمتهم ترى الله لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه فهذه الطاعة بإذن الله جل وعلا فكلك نصيب وكلك إن شاء الله طريق هذه الطاعة بإذن الله تعالى إذن صاحب رقم اثنين ثلاثة واحد يليت لو تعيد رسالة الرسالة وتحدد سهم أو سهمين لأن يليت تكتب الحروف الإنجليزية يليت بحيث أن نحن نقرأها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان والديك وجدتك والمؤمنين والمؤمنين كما ذكرت ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يغفر للأحياء وأن يغفر الأموات اللهم آمين وأن يجعلها في ثوابهم وأن يجعلها في صحفهم نازلة ولقبورهم منورة اللهم آمين إذن أخواني تسعة ثنين واحد اثنين أربعة أبشركم يا جماعة أبشركم بإذن الواحد الأحد بإذن الواحد الأحد الذي منحنا هذه الأموال وأعاننا بإذن الله تعالى على التبرع لن تنتهي هذه الساعة إلا وقد تم هذا المشروع مشروع فودافون بإذن الله تعالى سيتم صاحب رقم ثلاثة ستة صفر يقول خمسة آلاف ريالة صلى الله أن يبارك لك ويخلف عليك ويزيدك من فضله صاحب رقم خمسة صفر صفر خمسة يقول سهم واحدة صلى الله أن يبارك لك ويخلف عليك ويزيدك من فضلة صاحب رقم سبعة ثمانية ثلاثة أسأل الله أن يبارك لك أسأل الله أن يخلف عليك أسأل الله أن يزيدك من فضلة صاحب رقم ثمانية سبعة ثلاثة أسأل الله أن يبارك لك ويخلف عليك ويزيدك من فضلة الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد والله يا جماعة يعني أنا ما أدري إيش أقول لكم التبرعات في هذه اللحظة وأنا معكم الآن على الهوائي مباشرة على تسعة ثنين واحد اثنين أربعة تسعة ثنين واحد اثنين أربعة من صاحب الرقم ثلاثة 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 يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشرة أسهم خمسين ألف ريال خمسين ألف ريال الله يجزيكم الخير ويرحم أمك مريم رحمه الله رحمة واسعة أنا والله لا أدري من المتبرع ولا أدري كيف أعرف اسم المرحومة رحمه الله رحمة واسعة وغفر لها ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت أسأل الله أن يغفر لها وأن يجمعنا بها في الفردوس اللعلة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقول لصاحب الرسالة جزاك الله خيرا على دعائك وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي حيك وميتك أسأل الله أن يغفر لي حيك وميتك أسأل الله أن يغفر لحيك وميتك وأن يكريمك كرم أن يليق بكرمه سبحانه وتعالى وأن يعطيك من خيري الدنيا والآخرة حتى يرضيك أسأل الله أن يعطيك من خيري الدنيا والآخرة حتى يرضيك إذن خمسين ألف ريال أسأل الله أن يبارك لك ويخلف عليك ويصب عليك الخير صبا صاحب الرسالة ثلاثة ستة صفر ذكرناها صاحب الرسالة صفر صفر واحد كذلك أسأل الله أن يبارك لك ويخلف عليك ويزيدك إذن إخواني نحن معكم الآن على هواي مباشرة على 92124 92124 وإخواني يليت لو بس تذكرون لكم المتبقي لأن المبلغ اليوم على همة هالقطار ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة أقول همتهم أعلى من هذا المبلغ بكثير همتهم أعلى من هذا المبلغ بكثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتبرع بسهم واحد بثواب أمي وبوي وجدي وجدتي وثواب زوجي وجميع أسأل الله رحمنا وإش في مرضانا ومرضى المسلمين ويرزقنا الذرية الصالحة اللهم أعطيها سؤلها اللهم أعطيها سؤلها وأنت القادر على ذلك اللهم أعطيها سؤلها إذن إخواني نتواصل معكم ونحن على الهواء 92124 92124 والرسال تأتينا تبعا وكأن هذا المشروع بإذن الله تعالى ما هي إلا دقائق معدودة ما هي إلا دقائق معدودة بإذن الله تعالى وينتهي هذا المشروع بإذن الله تعالى 92124 حياكم الله عزيزي المستمعين من جديد اليوم معانا من فودفون أخوي علي القحطاني أخوي محمد اليافعي أخوي سالم بن لخاني زال الله خير متواصلين معانا والأرقام صراحة معذرة يعني ما أعطيتكم فرصة في الكلام لأن الأرقام التي تأتينا تثلج صدورنا وتقول 438 ما هي إلا دقائق بإذن الله تعالى وستتحقق أخوي أستاذ محمد أخوي محمد توقعت هذه الأرقام بهذه القوة تأتينا وبهذه السرعة لا بصراحة ما توقعت ما شاء الله أهل قطر فيهم الخير والبركة بصراحة جزاهم الله خير ويجعلهم في مزان حسناتهم بصراحة أدعو أدعو كل من يسمعني يمبادر في فعل الخير فأنه من جاد من عذاب النار والله سبحانه الديان يدين الخير بالخير والله شكور يعطي على القليل الكثير فأجزاكم الله خير والله يجعل فيه مزان حسناتكم اللهم آمين إذن تسعة اثنين واحد اثنين اربعة أخوي شيخ سالم يعني هناك من يتبرع في ثواب المسلمين هناك من يتبرع لموتاه هناك من يتبرع لمرضاه بهذه الدافعية أنا رسالتي لكل واحد يسمعني المقابر الآن فيها من الناس الكثير مقابر موجودة لكل شخص له أخ قريب في المقبرة هو الآن يبغي منك أنك تتحرك وتدفع ذلك شيء لله جل وعلا حتى يبرد عليه قبرة فيه فيئة من الناس فيئة من المجتمع لا تنسوا منهم خاصة أن الناس اللي انتقلوا إلى الآخرة ما عندهم عيال يعني رجل أو امرأة ماتوا ما عندهم عيال أو ما عندهم عيال فهؤلاء لهم حق لأنه إذا مات خلاص يعني يحتاج منك ولد الأخ كان جد أو وعد وأنت عارف أن هذا الإنسان مات نسميه القطع مات بدون أحد فأنت لك أنك تدخل على قبرها إن شاء الله الرحمات ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى اللهم آمين اللهم آمين أس الله أني يبارك أس الله أني يتقبل منا ومنكم اقتربنا من نصف الوقت اقتربنا من نصف الوقت يا سلام تسعة اثنين واحد اثنين أربعة صاحب رقم خمسة صفر صفر يقول عشرة آلاف ريال وقف ثواب الوالدين أس الله أني يتقبل منك بقبول حسن وأن يربيها لك فتأتي يوم القيامة فتجدها كجبل أحد أتبرع بسهم في ثواب موتانا وموت المسلمين أجمعين صاحب رقم ثمانية سبعة ثمانية أس الله أني يبارك لك ويخلف عليك ويزيدك من فضله صاحب رقم صفر 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 يقول والله لو معايا ما قصت ربنا يجزي كل متبرع خير ويتم المشروع على خير جزاكم على خير أس الله أني يبارك لك يا أخي هذه الدعوة نحن والمتبرعين والجميع في حاجة إلى هذه الدعوة إذن تسعة اثنين واحد اثنين أربعة نحن اليوم يا جماعة مشروعنا بناء مصلة وبئر ارتوازي ومستوصف ومدرسة ومحلات تجارية والتواصل معانا على تسعة اثنين واحد اثنين أربعة تسعة اثنين واحد اثنين أربعة أخواني حتى القروبات الآن يعني ما منا واحد اللي عنده قروبات لدرجة الإزعاج ومعذرة على هذه الكلمة من كثرتها صار ما يدري وين يتكلم مع من ويرد على من فأقول يا جماعة أخواني اللي في القروبات أتمنى في كل قروب قط يا أخي شباب الآن في برنامج على الهواء في إذاعت القرآن الكريم إذاعتنا كلنا والمشروع هذا أنت يا أخي راح يكون لك نصيب في المصلة وفي البئر وفي المستوصف وفي المدرسة وفي هذه المحلات يعني مشروع وقفي لأبناء المسلمين اتعلمهم ويعني اتعالجهم والجزاء من جنس العمل يا شباب يلا همتكم باقي نص ساعة على الأقل سهم واحد والسهم خمسة آلاف ريال وأنا متأكد إن إخواني الآن شغل القروبات راح يصير ويا ليت الرسالة اللي تجيني تجيني على اسم القروب قروب كذا قروب عيلة كذا قروب المنطقة الفلانية حتى لو أرسل رقم 9212 الرقم 4 9214 9214 يجمع هذا الرقم دزب هذا الرقم جوالاتكم بالمبلغ السهم الـ 1500 ولكن الأجر حتى لو لم تدفعت شيء فأنت المستفيد الله أكبر إذن صاحب رقم 129 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتبرع بسهم ثاني لأموات المسلمين اللي ما عندهم عيال يتبرعون لهم يا الله هنيئا لك هنيئا لك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك وفي ذريتك وأن لا يقطع أثرك وأن يجعلك من ال وأن يجعلك يعني كل ما ندعو أن يجعلك راضيا مرضية وأن يجعلك هاديا مهدية وأن يسترك في الدنيا والآخرة أنا ما أدري امرأة أو رجل لكن ندعو وربي يعلم من هو هذا الإنسان ويعني من جمال هذه الصدقات أنها صدقة سر يا جماعة أنها صدقة سر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم جميعا خوي سرعي في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابني آدم انقطعت أعماله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإحنا نقول حق الأخوان المستمعين مشاريع هذه كلها صدقة جارية نعم يعني بتكون لك وعائلتك بإذن الله وعيالك وذريتك ما بعدك يعني الحديث اللي ذكرته يا جماعة اللي أستاذ علي ذكر الحديث ترها الحديث مخيف ليش مخيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكرنا موت وانقطاع ترى شيء مخيف إذا مات ابن آدم انقطع يعني موت وانقطاع الإنسان بطبيعة راح يخاف لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا أمل ما هو هذا الأمل أنك إذا مت وانقطعت الدنيا لا ستنقطع الدنيا وستتوقف الأعمار إلا من الحسنات تخيل تخيل وأنت في قبرك والحسنات صباحا مساء تأتيك والدعوات تأتيك هنا أيضا رسالة عشرة آلاف ريال واقف ثواب الوالدين أسأل الله أن يجمعك بوالديك في الفردوس اللعلى أسأل الله أن يجمعك بوالديك مع المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صاحب رقم واحد ستة صفر أسأل الله أن يبارك لك ويخلف عليك ويزيدك من فضله اللهم آمين صاحب رقم ثمانية خمسة ثنين أربعة أسهم في ثواب موتى المسلمين جميعا من بوحمد بورك تيابوحمد أسأل الله أن يبارك لك يخلف عليك ويزيدك من فضله أمين صاحب رقم ثمانية صفر ستة يقول سهم واحد والسهم الواحد بخمسة آلاف ريال أسأل الله أن يبارك لك يخلف عليك صاحب رقم خمسة خمسة ستة خمسة آلاف ريال في ثواب يوسف البدر واحد خمسة صفر أسأل الله أن يبارك أسأل الله أن يخفر له اللهم أخفر له اللهم أرحمه اللهم نور مدخله اللهم اجعل ملائكتك المقربين يدخلون عليه من كل باب اللهم واجعل هذه الصدقة قراه إلى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم أنت القادر على ذلك وأنت الغني عن عذابنا وعذابهم فاجعل نصيبنا ونصيبهم منك الرحمة ورضواني يا أكرم مسؤول اللهم أمين إذن تسعة ثنين واحد اثنين أربعة تسعة ثنين واحد اثنين أربعة كامل متبقي كامل متبقي من هذا المشروع لأن أمامي تقريبا نصف ساعة بالضبط وسننتهي وسننتهي كامل متبقي أهم شي الواحد يلحق لأنه المشروع سينفذ والمبلغ سينخلص والسابقون والسابقون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فأنت خلك نصيب خلك رصيد خلك وقفه مع هذا المشروع لأنه لو وقف المشروع خلاص معادي كلك مجال فلهذا خاصة لو أنا باسمي باسم عيالي الله عائلة كاملة تشاركوا في هذا الموضوع تجمع عيالك عيالي بشركم اليوم شاركنا في المشروع الأفلاني لإنقاذ أخواننا في مالي من الهلكة من التعليم وترويهم ترى هذا حن تقطينه فيه يا جماعة عيالي المشروع هذه المبنى وخلصت رحنا تقطينه فيه كذا لهذه الأمور المتبقية المتبقية مئتين وواحة وتسعين الف يعني قطع نشوط كبير يا جماعة قطع نشوط كبير تسعة ثنين واحد اثنين أربعة تسعة ثنين واحد اثنين أربعة البعض يسأل التبرع عن طريق الفيزة التبرع مباشرة على تسعة ثنين واحد اثنين أربعة وسيتم التواصل معك مباشرة من إخواننا في قطر الخيرية حياكم الله عزيزي المستمعين بالنسبة لإخواني اللي يسئلون من خارج قطر التبرعات ممكن نعم التبرعات ممكنة من خلال موقع قطر الخيرية اللي من خارج قطر نعم بإمكانه أن يتبرع من من خلال موقع قطر الخيرية يتبرع ويرسم لنفسه سهم في هذا الباب في هذا المشروع صاحب رقم 199 عندي سهم لموتة المسلمين من ابو محمد أصال الله أن يغفر لجميع موتة المسلمين اللهم أنور عليهم قبورهم اللهم أنور عليهم قبورهم إخواني يعني عالم الموت هؤلاء حيارة في قبورهم قد ينساهم الأبناء وتنساهم الذرية وينساهم ولكن الله عز وجل من فضله وكرمه ورحمته بعبيده الأحياء والأموات أن جعل هذا الإنسان الذي لا يعرف هذا الميت يتبرع له والناس تدعو لهؤلاء الموتى أسأل الله أن يغفر لهم جميعا سهم واحد يثوا موتانا موتى المسلمين وشفاء مرضايا وصلاح أبنائي اللهم أعطيها سؤلها من خيري الدنيا والآخرة وأنت تملك الدنيا والآخرة يا أكرم مسؤول يا ربي جعل في مزان حسناتكم أنا طيب سيتم التواصل معك بإذن الله تعالى سيتم التواصل معك بإذن الله تعالى من 1400 سنة مبعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأخ الذي يتبرع عن موتى المسلمين كم موتى المسلمين الآن؟ كم شخص؟ بالملايين مع أنه تبرع لهم كان سبب أنك تدعو بالرحمة لموتى المسلمين يعني تبرع ودعاء بالرحمة يعني كم موتى المسلمين لك على كل ميت أجر ولك على كل دعوه يا أخوة عبد الرحمن وله الأجر من دعا إلى هدى كان لهم الأجر من التبع لا ينقص لكم الأجر من شيء دين عظيم دين رحمة الله خلقنا للجنة ما خلقنا للدنيا يا إخواني الله خلقنا للجنة ما خلقنا للدنيا فأتبرع وأبشور بالخير نذكر أخوان المستمعين على 92124 92124 وأمامي 26 دقيقة أمامي كذلك بالمقابل مصلة أمامي كذلك بئر ارتوازي أمامي كذلك مستوصف أمامي كذلك مدرسة أمامي كذلك محلات تجارية وأمامي أهل الخير من قطر الخير أمامي يا سلام أمامي رسائل جميلة أيضا أمامي رسائل جميلة كذلك بدأت تأتينا بإذن الله تعالى نعم والله يا أخي هم يرسمونها هم يرسمون هذه الرسائل الجميلة 92124 92124 نقول لهم يا سلام بشر نبي الرقم أم فيصل الله خلاها فيصل مقدما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجمع أقول آمين آمين أن يشفيها آمين وأن يعافيها آمين يجب أن يلبسها ثوب العافية آمين اللهم إنها قد توسلت بعمل صالح ترجو عافيتك الله اللهم لا تردنا اللهم لا تردنا اللهم لا تردنا اللهم وأنزل عافيتك اللهم وأنزل شفاءك يا أكرم مسؤول يا أكرم مسؤول يا أكرم مسؤول اللهم إنها قد توسلت إليك بعمل صالح ترجو ما عندك اللهم إنها ترجو العافية اللهم إنها ترجو العافية اللهم إنها ترجو العافية اللهم إنها ترجوك ولا ترجو سواك اللهم لا تردها اللهم لا تردها اللهم بشرها بعافية اللهم بشرها بعافية عاجلا غير آجل يا أكرم مسؤول يا أكرم مسؤول اللهم أنت القادر على كل شيء اللهم أنت القادر على كل شيء لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء أخواني هذه ختنة قد تبرعت بمبلغ بألف ريال أختنا فيصل وهي مريضة بالسرطان وتعاني كثيرا فأخواني أرجوكم الدعاء لها وربي قادر على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فأسأله العظيم سبحانه وتعالى الشافي المعافي أن يلبسها ثوب العافية اللهم آمين أسأل الله أن يعافيك يام فيصل وتبشرين إن شاء الله تعالى برسالة أخرى وتقولين قد كان وأصبح ماضيا وربي قادر على كل شيء ربي قادر إن عجز عنه لطباء وعجز عنه الطب لكن ربي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى سهمين في ثواب والدي ومحمد قطبة أسأل الله أن يغفر لهم جميعا أسأل الله أن يغفر لهم جميعا أن يغفر لوالديك وأن يغفر لمحمد قطبة وأن يرحمه رحمة واسعة وأن ينور عليه قبره أن ينور عليه قبره اللهم آمين كذلك صاحب رقم 290 سهم واحد ثواب المرحوم محمد إبراهيم شايب من أم شهد أسأل الله أن يغفر لك وأن يغفر له وأن ينور عليه قبره وأن يجعل قراه إلى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب وربي كريم سبحانه وتعالى صاحب الرقم 411 يقول عشرة آلاف ريال الحمد وشكر لله عز وجل على نعمه الكثيرة على نعمه الكثيرة إذن إخواني التواصل موجود معاكم والرسائل تأتينا كامل المتبقي يليت لو تكتب لي كامل المتبقي لأننا الآن اقتربنا من الثلث الأخير اقتربنا من الثلث الأخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم جميعا أسأل الله أن يبارك لكم جميعا 92124 92124 الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا أسأل الله أن يغفر لحينا وميتنا إذن المتبقي 225 ألف 225 ألف يلا يا جماعة أمامي ثلث وثلث المبلغ كذلك وأقل من ثلث المبلغ وأقل من ثلث المبلغ 92124 92124 أسأل الله أن يغفر لحينا وميتنا أسأل الله أن يغفر لحينا وميتنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هنا أيضا رسالة من صاحب رقم أو صاحبة الرقم أربعة واحد ستة في ثواب والديني وثواب أمت محمد صلى الله عليه وسلم ودفعني البلاء عني وعن أهلي وأحبابي وعن كل عاملين في جمعية قطر الخيرية وعن علماء ومشايخ بلادنا اللهم امين زاكم الله خير واسأل الله نتقبل منكم أيضا هناك رسالة من صاحب رقم ثلاثة سبعة ستة يزاك الله خير واسأل الله نتقبلها منك بقبول حسن سهم واحد عن والدي ووالدتي وزوجتي المريضة اللهم اشفيها بالشفاء اللهم البسها ثوب العافية اللهم اسعتها في الدنيا والآخرة اسعتها بالدنيا بالعافية واسعتها في الآخرة بالمغفرة يا أكرم مسؤول يا أكرم مسؤول أخواني دائما الدعاء يحتاج إلى من يؤمن ويقول اللهم آمين إذن تسعة اثنين واحد اثنين أربعة أمامي ميتين وخمسة وعشرين ألف يعني يطلعون لي من أصحاب الرؤوسي للأموال الكبيرة صلى الله عليه وسلم يبارك لهم ويزيدهم من فضل اللهم آمين ويقولون أنا لها أنا للمساجد أنا للآبار أنا للصحة أنا للمدارس أنا لها أنا لها والجزاء من جنس العمل يا من تسعى لبناء مسجد يصلي فيه الناس سيهدي الله قلبك وقلب ذريتك للصلاة يا من تسعى لعافية الناس أسأل الله أن يملأ جسدك عافية يا من تسعى لتعليم الناس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمك هنا أيضا الله يزيكم الخير أمامي رسالة أمامي رسالة أتلخص الموضوع هنا أول شيء رسالة الله أكبر الله أكبر رسالة رسالة يا جماعة لا 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 هذه رسالة من العيار الثقيل والثقيل جدا رسالة من العيار الثقيل والثقيل جدا الرسالة تقول في ثواب والديني اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفوا عنهم وكرم نزل أحيائهم وأمواتهم في ثواب أمت محمد صلى الله عليه وسلم ودفعا للبلاء عني وعن أهلي وأحبابي وعن كل عاملي في قطر الخيرية وعن مشايخ بلادنا كم التبرع يا جماعة كم كم التبرع يا جماعة ميتين وخمسين ألف ريال يعني سكرنا ميتين وخمسة وعشرين ألف ريال يعني سكرنا أسأل الله يختم بالصالحات أعمالهم أسأل الله يختم بالصالحات أعمالهم وأسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياهم لما يحبه يرضى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إنما هي ساعة قضى الله عز وجل في هذه الساعة مسجد وبئر ارتوازي ومستوصف ومدرسة ومحلات تجارية فنقول قبل وبعد كل شيء اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فأنت المتفضل وأنت صاحب الفضل وأنت صاحب المال وأنت صاحب هذه القلوب التي سخرتها على أن تتبرع بهذا التبرع السخي ميتين وخمسة وعشرين ألف ريال وتسكر لنا هذا التبرع الكامل لهذه المشاريع الخمسة نتواصل معكم على تسعة ثنين واحد اثنين أربعة تسعة ثنين واحد اثنين أربعة هذا الشخص الذي قال كاملة أسأل الله أن يكمل أفراحة أسأل الله أن يكمل أفراحة اللهم آمين أسأل الله أن يبارك أسأل الله أن يبارك يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين تسعة ثنين واحد اثنين أربعة خوية علي أنا بسألك الآن عن شعورك يعني أنا الدعوات تقف أما يعني الدعوات لا الدعوات هي هو في حاجة لها هذا الذي تبرع بهذا التبرع آآ السخي الكامل أقول هو في حاجة لهذا الدعاء لا شك أنه في حاجة لهذا الدعاء شعورك أول شيء الله يجزاهم خير جميعا وهذه مش غريبة على أهل قطر وأهل قطر معروفهم سباقين للخير في هذا المجال وقطر هي آآ يعني بالأعمال الخيرية هي التي لا تغرب عنها الشمس من كثرة أعمال خيرية اللي تقوم بها قطر نعم فالله يتزاخر أنا الصراحة سمعت المبلغ وقفت الله يتزاخر من البلحة بسأل الله أن يبارك لك الله يتزاخر يا جماعة الآن بفضل الله عز وجل دون حول منا ولا قوة اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلوذ إلى حولك وقوتك قد تم هذا المشروع في ساعة واحدة المصلة والبئر والمستوصف والمدرسة وكذلك المحلات التجارية طيب أخواني أمامي ربع ساعة أمامي ربع ساعة في هذه الربع ساعة كذلك بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى سيكون أيضا لنا نصيب آخر في عمل الخير سيكون لنا معكم نصيب آخر في عمل الخير على تسعة اثنين واحد اثنين أربعة بإذن الله تعالى حياكم الله من جديد عزيزي المستمعين نتواصل معكم مع هذه الفرحة وهذا السرور الذي يغمر الستيديو ويغمر أخواننا في مالي بإذن الله تعالى عندما تصل لهم هذه البشارات المدرسة قد تمت والبئر الارتوازي قد تم والمستوصف قد تم والمدرسة قد تمت فلله الحمد والفضل والمنة أمامي ربع ساعة أمامي الآن ربع ساعة ما تبقى من الوقت أمامي ربع ساعة وتواصلنا معكم على تسعة اثنين واحد اثنين أربعة إحنا عندنا باقة من الأسبوع الماضي باقة لغاثة المنكوبين باقة لغاثة المنكوبين ثلاثة آلاف ريال لإخواننا في سوريا إخواننا في فلسطين إخواننا في العراق وإخواننا الرهنقيين الذين تعلمون ماذا أصابهم وعلى بركة الله ونعلن أيضا الآن التحدي في ربع ساعة كم حالة سيؤسر الله عز جلنا أن نغطيها كم حالة السهم الواحد ثلاثة آلاف ريال سوريا فلسطين الروهنقا العراق باقة إغاثة المنكوبين على بركة الله نجدد معاكم ونقول تسعة اثنين واحد اثنين أربعة ثلاثة آلاف ريال قبل قليل كان السهم خمسة آلاف ريال لعل البعض لا يستطيع لعل فوق طاقة البعض لكن الآن أظن بإذن الله تعالى والله يقدركم إن شاء الله أنكم تسوون هذا تقومون بهذا التبرع تسعة اثنين واحد اثنين أربعة تسعة اثنين واحد اثنين أربعة وباقة إغاثة المنكوبين سوريا فلسطين الروهنقا وكذلك العراق بدأنا بدأنا بإذن الله تعالى بدأنا وصاحب رقم أربعة واحد ستة يقول الحمد لله الحمد لله لحقت لحقت على الوقت يا أخي يكفيك أنا لا أدري يعني رجل أم امرأة أقول يكفيك سيتم الاتصال بك سيتم التواصل معك بإذن الله تعالى فأقول يكفيك دعوات هؤلاء الناس وتأمين هؤلاء يعني مئات الآلاف الآن في قطر وفي خارج قطر عبر التواصل اليوم هذه من حسنات التواصل الاجتماعي وسوشال ميديا بشكل عام أن هناك من يدعو لك وأنت لا تعرفه أقول لك يا أخي هنيئا لك صاحب رقم أربعة واحد ستة أو صاحبة رقم أربعة واحد ستة نحن لا نعلم ولكن ربي يعلم أنا على يقين إن الله عز وجل قد أبدلك الآن فرحا وسرورا لا يشعر به أحد إلا الله عز وجل ثم أنت أنت تعلم بهذا الفرح لأنك أخذت من الله عز وجل أمر عظيم الأموال تأتي وتذهب لكن الحسنات إن جاءت وثبتها الله في ميزانك وجئت يوم القيامة يا صاحب رقم أربعة واحد ستة ووجدتها كجبل أحد ووضعت في الميزان ثم نادى مناد من قبل العرش لقد سعدت سعادة لا شق أبعدها فهنيئا لك أنت وكذلك أخوي أبو عبد الله اللي تبرع وخص أمي بالدعاء صلى الله عز وجل له المغفرة والتوفيق والسداد والستر في الدنيا والآخرة وأن يصلح له الذرية اللهم آمين نرجع لكم أخواني نرجع لكم ونقول الآن عندنا هذه الباقة سوريا فلسطين الروهينغا وكذلك العراق والسهم الواحد ثلاثة آلاف ريال أخي عبد الرحمن سم أنت فرحان جدا والمستمعين كذلك فرحانين جدا فرحانين والمتابعين فرحانين وشفت أخونا وما شاء الله علي أخوي علي وقف من الفرحان ما عرف كيف يعبر وقف أنا متأكد أن فرحتكم هذه ما تسوى عشرة أو أقل من المية من فرحات المحتاجين نحن هنا جالسين في ستوديو والمياه قدامنا والله ملك الحمد الجامعات والمستسلية والشفيات وكل شيء موجود فرحان الله سبحانه وتعالى كيف فرحة الناس المحتاجين فرحة المحتاجين والله يا أخي وجدوا من أهل قطر من يرسم هذه الابتسامة على وجوه كل محتاج وإن كنا نتكلم قديما عن بعض الحضارات التي لا تغيب عنها الشمس فاليوم نقول خير قطر لا تغيب عنه الشمس اليوم نقول خير قطر لا تغيب عنه الشمس في كل مكان هناك خير لقطر في كل مكان هناك خير لقطر إن كانت هناك دول في يوم من الأيام قلنا لا تغيب عنها الشمس فاليوم نقول قطر بخيرها لا تغيب عنها الشمس أمامي صاحب الرقم 288 يقول خمسين ألف ريال خمسين ألف ريال لسوريا وفلسطين والروهينجا والعراق خمسين ألف ريال أسأل الله أن يبارك له أسأل الله أن يخلف عليه اللهم صب عليه الخير صب اللهم صب عليه الخير صب ولا تجعل عيشه كد اللهم أكرمه بكرم يليق بكرمك يا أكرم مسؤول لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك ولكن ثقتنا بالله عز وجل ليس لها حد وأنه سيكرم هؤلاء الذين أكرموا إخوانهم من السوريين والفلسطينيين والروهينجيين والعراقيين الذين لا يجدون من مأوى أخوانهم هنا الله أكبر الله أكبر رسالة أخرى رسالة أخرى أيضا تتكلم عن مبلغ كبير أقول مرة أخرى إذا كنا نتكلم في التاريخ أن هناك دول لا تغيب عنها الشمس فخير قطر اليوم لا تغيب عنه الشمس خير قطر لا تغيب عنه الشمس أقول يا جمعة ميتين وخمسة وعشرين ألف ريال للنازحين ميتين وخمسة وعشرين ألف ريال الله أكبر والله الحمد الله أكبر والله الحمد الله أكبر والله الحمد أخواني والله إنها بشارات أخواني إنه لفرح إنه لسرور يعني الآن فرحتنا أخواني يقولون إذن ما هي فرحة أخواننا النازحين ما هي فرحة أخواننا اللاجئين ما هي فرحة أخواننا في سوريا في فلسطين في الروهنقة عندما يجدون هذا الكرم الديني هذا الكرم ليس الحاتمي وإنما هذا الكرم المحمدي الذين أرادوا بهذا المبلغ أن يحشروا مع محمد صلى الله عليه وسلم أرادوا بهذا السخاء أن يحشروا مع محمد صلى الله عليه وسلم والله يا جماعة ما أدري ما أدري لا أدري ماذا أقول هنا خمسين ألف ريال وهنا آخر يقول ميتين وخمسة وعشرين ألف ريال أخواني يعني أنا والله ما أدري أنا لا أدري ماذا أقول أنا أمانة لا أجد مصطلحات تتوافق مع هذا مع هذا العطاء هنيئا لهم هذا الإيمان هنيئا لهم هذا الإيمان الصدقة الصدقة برهان ودليل على أنه سيأخذ أضعاف 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 هذا وأنه لن ينقص من ماله شيء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الله يتقبل منه ومنكم يا رب الله أكبر والله الحمد الله أكبر والله الحمد إذن صاحب رقم 416 أسأل الله أن يبارك له أسأل الله أن يبارك له أسأل الله أن يبارك له هو هو أخوي بسالم هو هو اللي تبرع قبله شيء وسكر الحالة يا الله يا الله الليلة ليلتك الليلة ليلتك نعم نعم هو صاحب رقم نفسه الليلة ليلتك أسأل الله عز وجل أن يكتبك الآن 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 وعنده سبحانه وتعالى الأمور جميعا وبيده المقادير جميعا أسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بعافية تامة ومغفرة ورضا وعود إليه سبحانه وتعالى وأن يكتبك عنده راضيا مرضيا اللهم أكرمه بكرم يليق بكرمك اللهم أغفر له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر اللهم أغفر له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر اللهم أعطيه سؤلة اللهم لا ترد له دعوة اللهم لا ترد له دعوة اللهم لا تجري له دمعة إلا من خشيتك اللهم لا تجري له دعوة إلا من خشيتك اللهم تقبله بقبول حسن اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء وأنت تملك كل شيء فاللهم أكرمه بكرم يليق بكرمك سبحانه وتعالى وكل يقينا بأنك إذا أعطيت أغنيت وإذا أعطيت أدهجت وإذا أعطيت أغنيت فاللهم أعطيه من خيرك اللهم صب عليه الخير صبا اللهم أخلف عليه خيرا فيما أنفق وبارك له فيما بقي اللهم آمين أخواني الباقي أمامي من الوقت ست دقائق أمامي ست دقائق نسأ الله سبحانه وتعالى الله يتقبل يا رب طيب طيب نتواصل معكم إذن أخواني لكننا الآن معكم على الهواء وصاحب الرقم صفر أربعة ثاني يقول ثلاثة أسم لوجه الله تعالى جزاك الله خير صاحب رقم صفر أربعة صفر يقول أسأل الله أني يبارك لك ويخلف عليك وجزاك الله خير صاحب رقم خمسة ثماني صفر أسأل الله أني تقبلها منك أسأل الله أني تقبلها منك وأن يرحم والديك رحمة واسعة طيب أمامي أربع دقائق بإذن الله أمامي أربع دقائق على 92124 92124 وأخواننا السوريين أخواننا الفلسطينيين أخواننا الروهينقة وكذلك العراق والسهم الواحد 3000 ريال السهم الواحد 3000 ريال السهم الواحد 3000 ريال صاحب الرقم صاحب الرقم صفر أربعة صاحب رقم 042 صاحب رقم أربعة صفر اثنين يقول ثلاثة أسهم لوجه الله تعالى صلى الله أن يبارك لك ويخلف عليك ويزيدك من فضله ويخلف عليك عاجلا غير آجل اللهم اعطيه سؤله من خيره الدنيا والآخرة إذن الأرقام تأتينا تأتينا تباعا وبإذن الله تعالى لن تنتهي هذه الحلقة إلا وسعدنا وسعدنا بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى تسعة اثنين واحد اثنين أربعة وأمامي من الوقت أربع دقائق أمامي من الوقت أربع دقائق طبعا إذا 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 عندما نحدث الصفحة وتشير الصفحة فنح نبشر خير دائما بأن هناك تبرعات كثيرة بإذن الله تعالى نتواصل معكم فعلت خير تقول سهم واحد من صاحبة رقم اثنين ستة صفر جزاكم الله خير صاح أربعة واحد ستة جزاكم الله خير والله نشرح صدري يا أخي يا أختي أنا والله لا أدري رجل أم امرأة أنتم تتعاملون مع الكريم الذي يملك الأنفاس ويملك نبضات القلب ويملك السعادة في الدارين وتوسلتم إلى الله بأعمال صالحة من أجل هؤلاء الفقراء والله الذي لا إله إلا هو لستم أكرم من الكريم سبحانه وتعالى فإذا كان هذا العبد المسكين تبرع بهذا وأعطى هذا فأقول لك أبشر بعطايا الكريم أبشر بعطايا الكريم سبحانه وتعالى انشراح في الصدر وسع في المال وسع في الإيمان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليك أفراحك أسأل الله أجل أن يتمم عليك أفراحك وأن يجزيك خير ما أنفقت اللهم صب عليه الخير صبا اللهم عافه في بدنه وماله وأيمانه وذريته اللهم اسعده اللهم املأ بيته فرحا وأنسا وسرورا واملأ قبور موتاه فرحا وأنسا وسرورا إلى قيام الأشهاد اللهم آمين والله يا أختي أو يا أخي لا أدري من المتبرع نحن لا نملك إلا الدعاء ولكننا ندعو الكريم الذي بيديه كل شيء فهو سبحانه وتعالى سيملأ صدرك انشراح وسيملأ بإذن الله تعالى بيتك فرحا وأنسا وسرورا وصلنا عزيز المستمعين إلى الدقائق المعدودة الأخيرة ودائما إن شاء الله نتمنى أن يكون ختامها مسك نتمنى أن يكون ختامها مسك بإذن الله تعالى أسأل الله نتقبل منكم جميعا أسأل الله نتقبل منكم جميعا أخوي محمد شعورك في أول مشروع لكن قبل ما قلك أنا قلت لكم من قبل أن التبرعات بدأت تأتينا نعم نعم بإذن الله تعالى السهمين في ثوب أم ويبوه رحمهم الله رحمة واسعة من أم عبد الرحمن أسأل الله أن يجعل كبارة بهم وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يوسع عليهم منزلهم وأن يجعل هذه الصدقة قراهم إلى الجنة من غير حساب والأسابقة عذاب وربي قادر على ذلك ربي قادر على ذلك ربي قادر على ذلك سبحانه وتعالى صاحب رقم أربعة سبعة أربعة أسأل الله أن يخلف عليك ويزيدك صاحب رقم تسعة ثلاثة واحد ستة ألاف ريال في ثواب الوالدة الله يطول في عمر الوالدة أسأل الله أن يجعلك كبارا بها وأن يطول في عمرها وأقول له إذا تسمعني هنيئا لك بهذا الولد أو بهذه البنت أنا لا أدري لكن أقول هنيئا لك وأنت موجود يبرونك ويطول في عمركم جميعا ويرزقهم البر كذلك سهمين ذي ثواب والدي من أم البنات سهم لصالح أخواننا الله يفكر بيتهم اللهم آمين إذن أخواني اللي أمامي الآن دقيقة واحدة لكن هذا الرقم موجود تسعة ثنين واحد اثنين أربعة تسعة ثنين واحد اثنين أربعة كفيتوا وفيتوا كفيتوا وفيتوا أمانة كفيتوا وفيتوا يعني اليوم يوم بامتياز أنا يعني لعل أخواني قلوبهم الصادقة نواياهم الصادقة جاءوا إلى الاستيديو فجاء الخير معهم أخوي صالح أخوي محمد أخوي سالم يعني لعل نواياكم الطيبة جاءت إلى الاستيديو فكان الخير فكان الخير أسأل الله أني يبارك لكم أم خليفة تقول سهمين الله يرزقنا رضاه والجنة الله يرزقك رضاه ويرزقك الجنة أنت وذريتك ومن تحبين يا رب العالمين ويجرزقك بالاستقرار في الدنيا والآخرة سهمين عني وعن زوجي ونسألك رضاك والجنة اللهم أصلح والإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أمين من صاحب الرقم أو صاحبة الرقم أربعة صفر ثمانية اللهم أعطيهم سؤلهم أخو رحمة الله عليك يا سعد سهمين في ثواب اللهم أخفر له وأسعده في داره اللهم أسعده في داره اللهم أنور عليه داره اللهم أوسع عليه داره وأفتح له باب للجنة يأتيه من ويرى مكانه في الجنة ويرى مقعده في الجنة حتى لو يوقف البرنامج عندكم قطة الخيرية مكاتبهم موجودة لا بد الإنسان يبادر نستودعكم الله جزاكم الله خير الكلمات تعجز لكن الدعاء من ربي الذي لا يعجزه شيء السلام عليكم ورحمة الله المتنافسون